وزار معالي الفريق الركن فهد بن عبدالله لمطير قائد القوات البرية الملكية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد العسكري المرافق له مركز الأمن البحرية وخلال الزيارة اطلع قائد القوات البرية الملكية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له على مرافق مركز الأمن البحري وما جهز به المركز من تقنيات وأنظمة حديثة تلبي واجباته الوطنية كما استمعوا إلى إجاز عن أدوار المركز وجهوده في المحافظة على سلامة البيئة البحرية في المنطقة البحرية العمانية كما زار معالي الفريق الركن فهد بن عبدالله لمطير قاعد القوات البرية الملكية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد العسكري المرافق له متحف قوات السلطان المسلحة وقد قام معالي الضيف والوفد المرافق له بجولة في المتحف اطلاع خلالها على المخطوطات والمجسمات التاريخية ذات العراقة العمانية الدالة على فنون العمارة المتنوعة واستمع الوفد الزائر إلى شرح عن مسيرة تطور قوات السلطان المسلحة ومحظيت به من رعاية واهتمام